أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة تعمل على أن ينخفض التضخم في مصر لأقل من 10% بنهاية عام 2025 أنا أطمن حضركم أننا كدولة مصرية الحمد لله الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن والحقيقة أيضا انعكس هذا الموضوع وواضح أن الحمد لله أيضا زيادة تحولات المصريين من الخارج الشهر اللي فات والأمور كلها فيما يخص موارد العملة الأجنبية الحمد لله ماشية بالصورة الجيدة تحليلنا للتقرير اللي أصدره صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة في العديد من الإيجابيات وبيؤكد على أن الحكومة المصرية جد جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم وأن التضخم ماشي في المصاري النزولي احنا كنا متوقعين وطبعا حضراتكم شفتم من يومين طلع أن التضخم ده كان معلن أن حصلت زيادة حوالي نصف في المية وده كان متوقع نتيجة لزيادة المحروقات وزيادة المنتجات البترولية اللي حصلت في الشهر اللي قبله ولكن احنا ملتزمين كدولة ورؤيتنا وخطاتنا مع البنك المركزي زي ما وعدنا أن إن شاء الله بنهاية 25 هيكون التضخم بإذن الله أقل من 10% فده اللي احنا شغالين عليه كدولة وكل مؤسساتها شغالة على هذا الموضوع